السلام عليكم ورحمة الله احكوا عليكم السلام طيب طلاب الحبيب القلب شرحنا قطعة مصدر سيتي شرح على اللوح بطريقة كثير احترافية وشرحناها على الشاشة هلأ في عندي الأسئلة العامة اللي أجت على قطعة مصدر سيتي هاي الأسئلة العامة فهم ولا يسحفظ شمالها فهم ولا يسحفظ سؤال أول What? ماذا? Is the definition شو تعريف الميجا بروجيكت المشروع الضخم المشروع الضخم شو بيعرفه انزل على القطعة واتطلع علي شوف شو بقول لك هايو هايو definition تعريفه expensive public project attract high level of interest and media coverage تمام؟ تمام السؤال البعدي شو بقول لك هنا لك عديد من الأمثلة أمثلة على الميجا بروجيكت على المشروع الضخمة mention أذكر هاي الأمثلة طب من غير ما تطلع على الإجابة يفترض أنك تعرف أنه المشروع الضخمة عبارة عن كم مثال ذكر لي 6 أمثلة عليها كم مثال 6 أمثلة عليها تعالي نشوف هاي الأمثلة متذكرهم ولا مش متذكرهم هاي هم الأول الأول شو اسمه؟ حكينا motorways الثاني airport station tunneled bread و entire city complex تمام؟ تمام هاي examples أمثلة عليها السؤال بعدين what is the only criticize thing شو الإشي المنتقد الإشي السلبي في الميجا بروجيكت الإشي السلبي في الميجا بروجيكت حكينا موجود آخر إشي هاي ها الانتقاد هيوه الكريتسيزم إنه إنه لازم الاستدامة تكون في موجود مدينة موجودة أصلا مش مدينة وجدت سابقا طيب السؤال بعدين what is مصدر سيتي مدينة مصدر شو هي ذكرت شو هي مدينة مصدر هي ميجا بروجيكت شو الميجا بروجيكت مشروع ضخم وهي يبارة عن كلمة university شو ينور سيتي جامع what is the size شمع كلمة size حجم قديش حجمها حكينا ست كلمترات مربع how many residents كم عدد سكانها يلا روح لكلمة resident سكان كم شخص resident سكان resident سكان وين السكان هون بالفقرة هاي اه حكينا هايو طلع الريزيدنت السكان أربعين ألف واحد بس تكتبلوش الخمسين ألف هو بس طلب resident السكان what kind ما نوع البزنس العمل مصدر سيتي انفورد ويذ حكينا مصدر سيتي هدفها اشي واحد اللي هو انتاج منتجات ايو ايو اول اشي وين هالمنتجات صديقة للبيئة هايو هدول كلهم هدفهم انفورد ويساهموا في انتاج برودكت منتجات فرندلي انفيرومنتلي صديقة للبيئة تمام 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 طيب what type شو نوع الانيرجي الطاقة مصدر سيتي بتستخدم طاقة يلا انتوا يحكوها شو ما لها متجددة the text mentions ذكر two kinds نوعين من الترانسپورت من وسائل النقل شو هم حكينا وسائل النقل driverless بدون سائق وسائل النقل public شو ني public عامة وفي الوسائل النقل حكينا بدون سائق هي electric شو ني electric كهربائية what types of energy شو انواع الطاقة المصدر سيتي use شو ما ني use تستخدم هاد السؤال يفترض انك تكون باصمو زي اسمك هايو حكينا الطاقة التي تستخدم حكينا اول اشي solar power طاقة شمسية wind for the زارة رياح وفي كمان hydrogen plant وفي كمان الطاقة biological waste وفي اخر اشي industrial waste when industrial waste هايو كل هاي مصادر الطاقة عليهم ارقام خمسة how كيف will سوف water be provided كيف حكينا بديمزودوا المدينة بالماء بتذكرين ولا مش بتذكرين حكينا بديمزودوا المدينة بالماء هيو لانه حكينا مصدر سيتي مدينة مصدر ما فيها مي هم شو سووا تحليت ماء البحر ماشي هتزود 80% من الماء كمان recycle شو ما recycle يعاد تدويره طيب بقول لي there are two recycled materials في مادتين بديمسووها لل recycle في مدينة مصدر شو هدول المادتين بديهم اعادة تدوير في مدينة مصدر اول اشي شوف شو حكيالي هون كيف بدك تعرف مصدر سيتي هون industrial waste المخلفات الصناعية والووتر الماء اللي هو recycle بسوله اعادة تدوير هدول هم المادتين سؤال بعدين المخلفات الحقيقة راح تستخدم كما صدر من مصادر الطاقة طيب مصدر سيتي معهد مدينة مصدر للعلوم والتكنولوجيا يختلف عن اي جمعات اخرى لانه هذا المعهد هدفه ايجاد حلول لمشاكل الطاقة العالمية هايو هذا الجواب هون هايو هدفه ملتزمي بشكل كامل عشان ايجاد حلول لمشاكل الطاقة ايش العالمية حس انت يفترض تكون دارس عشان هيك انا شوي سريع الان السؤال بعدين كوت اقتبس الجملة التي تشير الى the location of مصدر سيتي وين موقع مدينة مصدر location موقع location موقع مدينة مصدر طيب وين الجملة التي تشير الى location of مصدر سيتي هايو هايو ها في هاي المقالب بنا نبحث في هاي القضايا مصدر سيتي مدينة مصدر هي ميجا بروجيكت ان ابو ضبي اذا نحكي علي هي موجودة وين في ابو ضبي السؤال بعدي وين متى مدينة مصدر بيجين بلشوا شغل فيها يفترض انك تعرف انك بلشوا شغل فيها بالناشة يفترض تعرف يفترض انك بتعرفش بلشوا شغل فيها بالفين وكم من الذكرين الفين وكم الفين وستة وين هاد الكلام هيو هون موجود هيو بلشوا من التطور بالفين وستة طيب كويس بعديهم كم عدد الناس اللي بديم يسكنوها حكينا الناس اللي بسكنوا فيها عبارة عن اربعة اقسام او ثلاث اقسام شو هم من الارأة الثلاث اقسام نبلش نحكيهم واحد واحد اول اشي اربعين الف ساكن خمسين الف مقيم و الف خمسمية شركة اعمال هدول الناس اللي حتسكن وين في مدينة مصدر شو وظيفة اللي هو الشبكة الطاقة هذا موجود في اخر الصفحة الاولى لتبعي شرح القطعة هيا حكينا هون كلمة شبكة الطاقة هيا هدفها كم كمية الكهرباء التي تستخدم في كل غرفة في المجمع تبع مصدر سيتي بعدي هاول ديزاينرز كيف المصممين لمدينة مصدر راح اخلوها منطقة خالية من السيارات او اي ملوثات حكينا ما يقللو ايش نسبة ايش الكربون يقلل نسبة الكربون شو سوو راح تكون منطقة بدون سيارات وراح تكون منطقة للمشا وصايكل وراح يكون فيها كارز درايبرلس شعني سيارات بدون سائق وراح تكون هاي السيارات حكينا الكتريك كهربائية سؤال بعده اقتبس الجملة اذا هاي اقتبس الجملة مصدر سيتي مدينة مصدر هاي السهل انه مدينة مصدر راح تكون خالي من اي ملوثات وين هادا الكلام موجود هايو طلع عليه بكمل لعند النقطة لانه حكينا الاقتبس من النقطة للنقطة سؤال بعدين بنيفت معناها فائدة وادفانتج نفس المعنى شو فائدة تحلية ماء البحر طيب هم ليش بحلوا ماء البحر لانه حكينا منطقة مصدر سيتي ما فيها ها ما فيها مي عشان هيك بدون يستخدموا محطة تحلية ماء البحر عشان يزود المدينة بالماء وثمانين بالمية من هذا الماء راح يكون محط تدويره إجراءات شو هي الإجراءات التي تنفذ عشان يخلوها منطقة خالية من النفايات نفس الجواب هون نفس الجواب عشان تكون منطقة خالية نفايات منطقة بدون سيارات بدستيريان سايكل فرندلي وسيارات كهربائية بدون سائق طيب الناس ممكن يسافروا في عدة طرق في مدينة مصدر شو همه نفس الإجابة حكينا سيارات بدون شوفير رقم اثنين فيها لها شبكة من الطرق الببليك العامة وبينزستيريان للمشا البعديين ماذا سوف يحدث؟ هبن معناها يحدث شو رح يصير لو انه اهداف مدينة مصدر حققت او انجزت لو حققوا اهداف مدينة مصدر هذا الجواب موجود اخر اشي لو انه اهداف مدينة مصدر مصدر سيتي رح تكون ماشي رح تكون هي مصدر الهام لأي مدينة اخر طيب شو السؤال البعدي رح تخليها مدينة صديقة للبيئة حكي نفس الاشي تقلل الكربون سياراتها كل اشي فيها بيستخدموا الطاقة المتجددة شو الذي يميز طلاب معهد مدينة مصدر انه هو يجد حلول مشاكل الالكتريسيتي او الانيرجي الطاقة حول العالم تمام تمام البعدي هاي اسئلة الكتاب نركز فيها شوي شو مقل لي هاي اسئلة الكتاب هاي اكتب عليها مهم شو هي الامثلة للمشروع الضخمة في المقاري المشروع الضخمة حكينا طرق سريعة مطارات محطات طنلز انفاق برس جسور ومجمعات سكنية كاملة سؤال الثاني شو هي ايجابيات في ايجاد مدينة مصدر شو السلبيات يلا هون الايجابيات ايجابيات مدينة مصدر راح تكون اول مدينة خالية من النفيات وحيادية الكربون راح تكون منطقة خالية من السيارات راح تحضر تكنولوجيا جديدة طب شو السلبيات السلبيات مش مية بالمية صديقة للبيئة بتكلف كثير من المصاري السؤال الثالث هل تعتقد مصدر سيتي مشروع مفيد او لا اعطى ريزونز اسباب هسه هذا اوبين انسر يعني انتو بجانك تحكي او لا شو بقولك عشان تشجع نمو الاقتصاد وعشان تحضر فوائد جديدة لمين للمجتمع الهو الكميونيتي تمام تمام هسه هذول الكلمات مشروحات وشفتوه شرحهم وين على اللوح ورح نزلكم فيديو اسمه جميع مفردات الوحدة الرابعة اللي ذكرت في القطع شو بحكيلي اول اشي اورباني بلانينج التخطيط للمدن هذا حفظ مية بالمية اورباني بلانينج التخطيط للمدن ووسائل نقل عامة مخلفات حيوية اثر الكربون او بقايا الكربون اثر سلبي الهو النامو الاقتصاد تمام تمام بحكيلي استخدم هاي الكلمات عشان نتعب الفراغات الموجودة بالجملة بسم عمرحيم شو بقول الجملورة وين بيبول توك اباوت لما الناس تقعد تتحدث عن تتحدث عن لما تتحدث عن نمو الاقتصاد ممكن يقصده تطور في مستوى المعيشة او الازدياد في قيمة منتجات البلد التلوث التلوث شماله لذي هي نيكاتف افكت شو نيكاتف افكت اثر سلبية وين على الانفيرومنت على البيئة مثل موت الحياة البرية وبلانت لايف وحياة النباتات ويكان او الورك احنا جميعا ممكن نعمل وورك هارد بجد عشان رديوس نريديوس ايش كربون في تبرينت اثار الكربون عن طريق انه نعيش انفيرومنتلي فرندلي لايفستايل الماط حياة فرندلي صديقة الانفيرومنت للبيئة اذا اخدنا اخدنا ايش البرية وسائل النقل العامة كثير راح يكون فيه سيارات قليلة موجودة في الروز في الطرق والنتيجة راح تكون انه مدنة راح تكون هواءها انظف المستشفيات تحتاج انها تتخلص من المخلفات الحيوية لانه هاي المخلفات الحيوية ممكن انه تدار ولازم تدار بطريقة صحية اذا ما سوناش هيك ممكن تكون خطيرة الحاجة انك تسوي تخطيط فعال للمدن اشي كثير واضح وانو يكون سيدر لما نحط فيها الاعتبار مشاكل هاي الايام مثل الازدحام طيب هيك احنا خلصنا هاي القطعة شرحناها مرتين حلينا اسئلتها طبعا انتظروا الفيديو اللي رح انلم فيه كل قطع ومفردات الوحدة الرابعة اللي اجد في الوزارة ونحللكم بياهم على الشاشة تمام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة